ضخائر التسكع والمعروفة أيضا باسم طائرات الكاميكازي بدون طيار هو الطائرات الانتحارية هي نوع من المركبات الجوية غير المأهولة المصممة للطيران لفترات طويلة من الوقت فوق منطقة معينة حتى يتم تحديد الهدف بمجرد تحديد الهدف يمكن إما توجيه الضخرة المتسكعة لمهاجمة الهدف أو يمكن برمجتها لمهاجمة الهدف بشكل مستقل ومن أهم مصنعيات الدرونات الولايات المتحدة وروسيا وإسرائيل وتركيا والصين والطايوان لذا قمنا أعزائنا المشاهدين بوضع قائمة الأخطر عشر طائرة انتحارية في العالم حيث قمنا بترتبها من الأضعاف إلى الأقوى حسب المدى والتحمل والسرعة والحمولة ولكن قبل بداية الفيديو لا تسهم متابعنا دعمنا بالضغط على زر الإعجاب فلنحاول إيصال الفيديو لعشرة ألاف إعجاب فهذه القناة تعرض مواضيع حصرية لن تجدونها في أي قناة أخرى وبدون إطالة فلنبدأ الفيديو في المركز العاشر STM Alpaju البلد تركيا تم تصميم Alpaju لاستخدامه في مجموعة متنوعة من المهام بما في ذلك الاستطاع والمراقبة والهجوم صغر حجمها ووزنها يجعلها سهلة المناورة ورشيقة للغاية ويمكن استخدامه لتنفير معلومات للمواقف في الوقت الفعلي والمعلومات الاستهداف المدى يبلغ الحد الأقصى 15 كم التحمل يمكن البقاء عاليا لمدة تصل إلى 30 دقيقة أما السرعة يمكن أن ترأى Alpaju بسرعة القصوى تبلغ 120 كم في ساعة الحمولة صافية تم تجهيز هذا الدرون برأس حربي يمكن استخدامه لمهاجمة الهداف الأرضية بما في ذلك الأفراد والمركبات والمدرعة والمباني تاسعاً CH-901 البلد الصين تم تصميم CH-901 لاستخدامه في مجموعة متنوعة من المهام بما في ذلك الاستطلاع والمراقبة والهجوم عند استخدامها في الدور الهجومي فإن CH-901 قادرة على تنفيذ ضربات دقيقة ضد الهداف العدو بما في ذلك المركبات المدرعة والأفراد المدى يبلغ أقصى مدى للطائرة بدون طيار 15 كم التحمل تتمتع CH-901 بقدرة تحمل تصل إلى 6 ساعات السرعة يمكن أن تطير بسرعة قصوى تبلغ 170 كم في ساعة الحمولة الصافية تم تجهيز CH-901 بكاميرا كهرضائية ثابتة يصل مدها إلى 10 كم يمكن أيضاً تزويدها بحمولة أخرى مثل كاميرات الأشعة تحت الحمراء ومصمم الليزر ثامناً أوربيتر المصنعة من طرفي كيان الصهيوني التحمل يمكن أن تبقى عالياً لمدة تصل إلى 4 ساعة ونصف اعتماداً على حمولتها ومتطلباتها للمهمة المدى يبلغ الحد الأقصى لمدة الطائرة بدون طيار 100 كم أما السرعة يمكن لهذه الطائرة أن تطير بسرعة قصوى تبلغ 120 كم في ساعة الحمولة الصافية تتميز الطائرة بدون طيار أوربيتر بسعة حملات تصل إلى 1.5 كم والتي يمكن أن تشمل الكاميرات وأجهزة الاستشعار وغيرها من المعدات الخاصة بالمهمة سابعاً زالا لانست البلد روسيا تم تصميم ملاسط لاستخدامها في مجموعة متنوعة من المهام بما في ذلك الاستطلاع والمراقبة والهجوم تغر حجمها ووزنها يجعلها سهلة المناورة والشيقة للغاية مما يسمح لها بأداء مناورة سريعة لتجنب الدفاعية الجوية للعدو إن مدى قصرها وقدرتها على التحمل تجعله أكثر منآمة للاستخدام على مقربة من القوات الصديقة حيث يمكن استخدامها لتوفير الوعي بالموقف في الوقت الفعلي والمالومات الاستداف عند استخدامها في الدور الهجومي فإن ناصد قادرة على تنفيذ ضربات دقيقة ضد أهداف العدو بما في ذلك المركبة المدرعة النطاق يبلغ حد الأقصى لمدى 40 كم التحمل تتميز الطائرة بدون طيار بقدرة تحمل تصل إلى ساعتين السرعة يمكن أن تصل سرعة القصوى إلى 130 كم في الساعة أما الحمولة الصافية تم تجهز هذه الطائرة بكاميرا كهربائية بصرية ثابتة بمدى يصل إلى 20 كم يمكن أيضا تزويدها بحملة أخرى مثل كاميرات الأشعة تحت الحمراء وكاميرات الليزر سادسا طائرة هاربي المنصنعة من طرف إسرائيل التحمل تتميز الطائرة بدون طيار بقدرة تحمل تصل إلى 6 ساعات المدى يبلغ حد الأقصى لمدى 500 كم أما السرعة يمكن أن تطير بسرعة قصوى تبلغ بها و 85 كم في ساعة الرأس الحربي تم تجهز هاربي برأس الحربي متفجر شديد لانفجار يبلغ وزه 32 كيلو جرام إظام التوجيه استخدم هاربي مجموعة من النقاط الطريق المبرمجة مسبقا والبحث للبحث بشكل مستقل عن أنظمة الرادار ومهاجمتها خامسا شاهد 131 البلد إيران تم تصميم شاهد 131 لاستخدامه في مجموعة متنوعة من المهام بما في ذلك المراقبة والاستطلاع والهجوم إن المدى الطويل وقدرتها على التحمل يجعلانها رصيدا قيما لجمع المعلومات الاستخبارية ومهام المراقبة قدرته على التسكع فوق منطقة لفترات طويلة من الوقت والتقاط صور عالية الدقة ولقطة فيديو تجعلها أدت مفيدة للقادة العسكريين لمراقبة نشاط العدو تم تصميم شاهد 131 أيضا ليكون قادر على المناورة بدرجة عالية مع درجة عالية من الرشاقة والقدرة على أداء مناورة سريعة لتجنب الدفاعية الجوية للعدو عند استخدامها في دور الجومي تكون شاهد 131 قادرة على تنفيذ ضربات تقيقة ضد أهداف العدو بما في ذلك المركبات المدرعة والأفراد المدى يبلغ الحد الأقصى لمدى شاهد 131 حوالي ألف كيلومتر التحمل تتميز الطائرة بدون طيار بقدرة تحمل تصل إلى 6 ساعات السرعة يمكن أن تطير بسرعة قصوة تصل إلى 250 كيلومتر في ساعة الحمولة الصافية تم التجهز شاهد 131 بكاميرات كهربائية ضوئية ثابتة أن يصل مدى إلى 50 كيلومتر ويمكن أيضا تزودها بحملات أخرى مثل كاميرات الأشعة تحت الحمراء في المركز الرابع شين هيسيانغ التايوان تستخدم هذه الطائرة بشكل الأساسي في مهام المراقبة والاستطلاع ولكن يمكن أيضا استخدامها لمهاجمة الأهداف الأرضية برؤوسها الحربية إن المدى الطويل والقدرة على التحمل يجعلانها رصيدا قيما لجمع المعلومات الاستخباراتية ومهام المراقبة التحمل يمكن أن بقاء علي لمدة تصل إلى 10 ساعات حسب الحمولة والمتطلبات المهمة أما المدى يبلغ الحد الأقصى لمدها 150 كيلومترا السرعة يمكن أن تطير هذه الطائرة بسرعة قصوى تبلغ 150 كيلومترا في الساعة أما الحمولة الصافية فتتمتع بسعة حمولة تصل إلى 10 كيلوغرامات والتي يمكن أن تشمل كاميرات وأجهزة الاستشعار وغيرها من المعدات الخاصة بالمهمة ثالثا هاروب والتي يتم تصنعها من طرف إسرائيل وقت التحمل حتى 6 ساعات المدى التشغيري يسر إلى 1000 كيلومترا السرعة القصوى 185 كيلومترا في الساعة الحمولة الصافية تشمل رأسا حربي وجهاز استشعار كرضائيا لاغتناء الهدف في المركز الثاني شاهد 136 البلد إيران شاهد 136 مصممة لمهام طويلة مدى واستراتيجية مثل الاستطاع والمراقبة والهجمة المستدفة ذد أهداف العالية القيمة إن إلكترونية الطيران المتقدمة والقدرة على التحمل الطويلة وقدرة عالية السرعة تجعلها نظام السلاح المتعدد لاستخدامات وقاتلة للحرب الحديثة وقت التحمل يسر إلى 24 ساعة المدى التشغيري تسر إلى 1000 كيلومترا السرعة القصوى 250 كيلومترا في ساعة الحمولة الصافية يقال أنها تتضمن رأساً حربياً وكاميراً لاقتناء الهدف وسط البيانات للتواصل مع المشغلين أخيراً في المركز الأول طائرة كاردينال البلدو طايوان يتم استخدام كاردينال بشكل أساسي في مهم المراقبة والاستطاع ولكن يمكن أيضاً استخدامها لمهاجمة الهدف الأرضية برؤوسها الحربية حجمها الصغير ووزنها الخفيف يجعلها نظام السلاح المحمول وقابل للنشر بسهولة ومناسبة للاستخدام مقابل وحدات المشات أو غيرها من التشكيلات العسكرية الصغيرة تم تسميم كاردينال أيضاً ليكون فعال من حيث التكلفة مع تكلفة شرع مخفضة وهي كل طائرة يمكن أعداد استخدامها ويمكن استحوى واسيانتها بسهولة التحمل يمكن البقاء عالياً لمدة تصل إلى 24 ساعة حسب الحمولة والمتطلبات المهمة المدى يبلغ حد الأقصى لمدة كاردينال ألف كيلومتر السرعة يمكن أن يطير كاردينال بسرعة قصوى تبلغ 200 كيلومتراً في ساعة الحمولة الصافية تتمتع كاردينال بساعة حمولة تصل إلى 250 كيلوغرام ويمكن أيضاً أن تشمل كاميرات عالية الدقة وراداراً وأجهزة الاستشعار أخرى لمهام الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع